مساء الخير او صباح الخير يا برج الاسد اه حسب الوقت اللي هتشوفني فيه ان شاء الله. ازي احوالك يا برج الاسد يا رب تكون دايما بخير وبساعدة دايما. احوالك اي انا شايفك كهو دفول يعني من غير اي حاجة انت سعيد. ومنطلق كده وحياتك جميلة ممكن تكون مش في علاقة عاطفية. اه ممكن تكون لوحدك هذه الفترة. اه ممكن تكون برضو خرق ليسه خارج من علاقة او بادئ علاقة. خلينا هنشوف برضو اللي وراك. انت وراك الفور اف باند كيسه. في حد آآ متابعك وبصص عليك من بيت على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وبصص للشمس والحوى والمية. في حد متابعك ممكن وبصص عليك ده مش بصص عليك بس ده ده متمسك بيت كمان. وممكن تكون انت مش عايز آآ تخش معها في علاقة. او انك عايز تبدأ مع علاقة. ده اللي هنشوفه دلوقتي. طب خلينا نشوف طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة يعني. ممكن. خلينا نشوف طيب آآ مشاعر الحبيب. شايفك ازاي? اه مش بقولك بصص عليك. اهو بصص عليك وهو فعلا شايفك نجمة. برج الاسد بجد من الابراج اللي لما اعمل لها قراءة لازم يطلع فيها ستار. ليه معرفش? طبعا انت ستار. بس انت معقول يعني ايه حد يشوفك كده اللي هو واو. ده مش ده ده بنا ادم معانا. طيب لو زعلان منك زعلان ليه? او متضايق مسلا. شايف العلاقة ازاي? ده بقى بص ده معجب معجب بيك ما بقولك بصص عليك وانت بص وياف على الصخرة. انت شكلك كده بتبهر الناس. الا ايام دي. بص احنا في الشتا ووقف جنب النهر ولا همك ولا همك. متك تكيني هنا وانت ولا همك. آآ ممكن تكون واحدة وانت واحدة وآآ جزابة قوي 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 وهزا الشخص معجب بيك اوي. طيب آآ نيته الداخلية وما يزهره. وهزا الشخص عامل ايه في حياته? طيب هوا مبدايا انت شكلك مش في علاقة ممكن يكون ده آآ اعجاب. ممكن حد اعجاب. او شخص بيكلمك دلوقتي. آآ ولكن بيلمح لك من بعيد انه معجب بيك. القرارة دي يكون ممتعة لحد ما يعني. طيب آآ مبدئيا هزا الشخص مشاعره ايه? الكوين اوف بانتكلز. آآ ممكن نقول انه هو ما سدى لك. ومشاعره مسكة في ايده كده عايز يسلمها لك نفسه يديه لك المشاعر دي. آآآ ممكن تكون بتتعامل مع حد برج آآ ترابي. آآ ممكن تكون برج حمل بتتعامل معي. اللي عندي هنا يعني تفتقد برج الحمل اصلا. آآ دلو. وكمان ايه تاني. وميزان مسلا. آآ برضو ده برج الحود. زين جيتمان برج الحود برضو. طيب آآ كوين اوف بانتكلز. آآ هذا الشخص آآ بيحبك على فكرة. ولكن حب بطريقة غريبة شوية. هذا الشخص عايز يمتلكك. مش امتلك وحش. ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو مسك الحاجة كده بس كل حاجة يمسكك. هو عايز يمسكك لان انت آآ مفيش حد يمسكك. انت لوحدك كده طاير. آآ باصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك. او مهتمة او باعمالك وبشكلك محلوة او انت برجل اسد الفترة دي سواء رجل او سد. محلوة يعني عملت حلاوة علينا. فهذا الشخص عايز يمتلكك باي صورة من الصور. سواء خطوبة زواج علاقة. لان هو شايفك انت زي النجمة ستار. شايفك زي النجمة بالزبط. وبص حتى هنا لوحدك برضو. يعني زي ستار هنا شخص لوحده وبردو هنا شخص لوحده. فممكن تكون انت حالياً مهتمة انجازاتك قوي. ومش مهتم بيها بس انت مهتم بيها ومحقق نجاحات. فهذا الشخص مبهور بيك. فهو عايز يمتلكك او يخلي مشاعره مستقرة. يقول هي لك مسلا يقول لك انا معجب بيك وعايز واحد اتنين تلاتة معك عشان نبدأ علاقة مسلا. آآ طيب هو زعلان منك. لو زعلان منك زعلان ليه? ممكن يكون زعلان منك لانك موقف العلاقة. انت يا برج الاسد مهتم بانجازاتك المادية فقط. هو زعلان لان مفيش تساوي في زيلة لك. الشخص ده معجب بيك اعتقد وده بنسبة تساين في الماء. دي آآ علاقة كراش. آآ حد آآ هو صرح لك بعجيب واعتقد بالفعل. وقال لك انا مش هسيبك مسلا. خلاص بقى انا احبيتك ولاقيتك وانت ما زلت في مثلا عيش لوحدك. خلاص عادي. معجبين كتير يعني ما جاتش على ده مسلا او ما جاتش على دي. فهو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضو لوحدك. برضو لوحدك يعني انت برضو لوحدك انا في الصورة. ومختار طريق تاني غير طريق الحب. مختار ان انت تسلك مسلا طريق النجاح الفلوس. آآ تخلص دراستك او تخلصي كليتك تخلصي شغلك. تترقف شغلك او تترقى انت او هي تترقى. والعلاقة بينكم مش متوازنة. مش عايز تدي وتاخد معاه. ممكن تكون مسلا ما بتردش عليه مسلا فترة فترة لا. بتعمل في العلاقة. فواز علام منك بانك معلق الموضوع لانت عارف تقرب ولا بتبعد. مرة بتدي مرة ما تديش خالص. مرة تتكلم. مرة ما تتكلمش خالص. ارحم هزا الشخص يا برج الاسد. ارحمه. ارحمه من من جبروتك. هو برج الاسد بيحب يزبط نفسه على فكرة في العلاقات دي مش حاجة ماشية. لكن هو بيحب لما يخش علاقة يحس يحس كده ان اللي قدامه عايزه ويتهافت عليه. طيب آآ هو شايف العلاقة ازاي? شايف ان العلاقة دي علاقة جميلة قوي. وهي نقصها بس كباية واحدة ونجيب المأزول. والله لان بعد الورقة دي يتنه في كابس اتنين متجاوزين. فهو هذا الشخص انت بالنسبة له ستار. الامنية الغالية على قلبه. فهو لو العلاقة دي ابتدت فهو قد حقق الامنية العاشرة بالنسبة لي. هو تقريبا نزل شخص مستقر ماديا. واعماله كلها مستقرة. وعنده الشقة. ودهنها. وكل حاجة تمام. هو بس الناس ان انت العروسة تاخد المفتاح وتخش الشقة. بس. او العريس دي خلاص يجي بقى يقرى الفتحة مع بابا وخلاص. فانت الامنية العشرة او انت الامنية العشرة. اه مش بقول لكم الاقراءات بتاعت الكراش دي بحب بقى او بصراحة يعني بتظهر الاقراءة كده في النص بحب بقى. طيب هو نيده الداخلية ايه هو عايز يشتغل معك في العلاقة. ومش عايز يبقى مثلا يعني ميكونش فيه ياخد ويدي معك. لأ هو عايز عايز يشتغل في العلاقة هو مستعد انه يبزي المجهود عشان يلفت انتباعك. بس انا قبل ما اشوف الورقة دي انا عايز اعرف انت آآ ليه مش عايز ترتبط بيه. او مسلا مأجل الموضوع. هل انت اصلا معجب بيه او منجزب له? هلنشوف. هنقفشك يا برج الاسد. والله انا خايف اكون مش منجزب له. بس انت شكلك كده. لأ انت منجزب له. انت منجزب له وهو عجبك. على فكرة الشخص ده ترابي. او شخص بالفعل هو غني او شكله حلو وجذاب ولكن انت عارف انت آآ آآ لو انت حد بيتفرج على برج الاسد وبرج الاسد بيعمل معك كده. برج الاسد معجب بيه جد. وعلى فكرة عايز يديك يا كوباة. آآ بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيدلع. انت ممكن تكون بتدلع على هذا الشخص اللي وخلاص بقى. آآ ما تبص كده يا عماد لا. آآ برج الاسب بيتدلع. انت يا برج الاسب بتتدلع الشخص ده هو عاجبك جدا. ودخل دماغك قوي. داخل دماغك قوي هذا الشخص. لو انت راجل فالبنت دي اخلى دماغك قوي. بس انت مش عايز تظهر له ده. يمكن في الوقت الحالي. او عايز تبايله انه انا مش فاضي والله العلاقات خالص. تماما يعني. العلاقات دي اخر حاجة عندي بقى. ان تخطب امتى بقى? ممكن تكون بتحب ان انت فيه فيه ناس بتحب تمط في العلاقات. يعني مسلا الاعجاب ما ياخدش الا شهرين. لأ هو ياخد تلاتة اربعة خمسة. بس هي علاقة جديدة يا. وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيك. بس مش عارفة بتعمل معك كده ليه. آآ طيب هو هيزهر لك ايه? هو هيزهر لك آآآ نا هيتخنق معاك. ده هيجيب نس يتخنق معاك كمان. لا 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 الشخص مش سهل خالص. فمش هيسيبك على فكرة. اه الهلمك يعني. بص انت 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 عامله خرم في دماغه يا برجل اسم. خرم. كبرياءك عامل للرجل او للبنت دي خرم في دماغه. بص. مش عارف اناهم او مش عارف اناهم. مش عارف يسيطر عليك. عايز يمسكك من حتة مش عارف. ناوي يعمل معاك ايه? هو ناوي آآ يحط النقط على الحروف. يعني هيجي في مرة يقول لك آآ هو انت عايز ايه? انت عايزني انا مش عايزني. هو هيوقف وقفة كده مع النفس ويجي يقول لك انت عايزني انا مش عايزني. عايزني هبقى معاك. مش عايزني هنسحب والله يا ابن الحلالة انا رجل عندي شغلي عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها. انا والله عجبتي بيك ودخلت البيت من بابه او من شباقه يعني. عالطا لو في الدولة الارضي ممكن اقول الشباق عادي من نخش منه. مش موضوعنا مش موضوعنا. لكن هز الشخص هيوقف يقول لك آآ انت عايز ايه? عايزني اتقدم ولا عايزني امشي واسيب لك العلاقة خالص. هو ممكن تحدس مشدة ما بينكو لكن هتبقى كويسة وهتنتج بثمرة حلوة. يعني الشخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جواتي. احزر منه بابر جلاس. يعني انت لو ما خد ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوصلك لمرحلة ان انت تقول له انا معجب بيك. والله يمعجب بيك بس ما تمشيش. لان هو عايز يعرف حيات مشاعرك. عايز يفكك من الربطة دي. هتقعد بقى رابطلي بقى في الليلة دي مش هنخلص. فهيتخانق معاك بس اخناقة وهمية يعني مش خناقة حقيقية. هي اخناقة القصد منها خير. ان هو يعرف انا موضوعي ايه في العلاقة? آآ حياته مشي ازاي? حياته مشي بالميزان ده الراجل ده او شخصية دي سواء بنت او ولد. هزو الشخص ميزان. حياته بالميزان. علاقاته اشياءه كلها بالميزان. فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان. يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك. هتقبل يا برج الاسد ولا لا? تعالي انا شوف طب نصيحة التاروليك. يمكن تكون خايف. بس انا حاسك بتتدلع. ما انتش واحد خايف يعني. شوف نصيحة التارول برج الاسد. مشاكلك خايف بقى وانا ظلمتك ولا ايه? انت خايف على فكرة من هزي العلاقة. وماشي وبطء وتكاد تكون مش ماشي اصلي. يعني تكاد تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى برج الاسد. انت كنت خايف من هزا الشخص في هزا الشخص حقيقي جدا. بيحبك بيحبك. يتمنىك يتمنىك. عايز ايه? عايز علاقة جدية معك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكس ما بداخلك. بمعنى. وانا هفضل اقولها هفضل اقولها طول عمري. يا جماعة ان كنتوا خايفين. قولوا انا خايف. قولوا انا خايف. ليه? ليه? عدم ازهار الحقيقة للطرف اللي معاك بيخلي يتوهم اشياء. يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه. وان انت مراخيرك فوق ومش عايز ترتبط به. مع انك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا وعايز ترتبط به. خايف اقول له والله انا بخاف من العلاقات. بص انا بخاف من النهاية. اثبت لي بقى ان النهاية تبقى حيوة. خليه بقى يجيب اشوف هي اثبت ازاي. بس هزا الشخص جاد جدا. ومستعد ان يبني معك هزي العلاقة. فلو انت عتبتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هزي الحركات. طيب آآ العزاد ما نلقاه دم في الطريقة. آآ في حد من الماضي يا برج الاسد. وبيفكر فيك قوي. ممكن يكون برج العزراء. وممكن يكون برج مائي. آآ هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريقة لان هنا واقف. هو واقف خالص. آآ بس لو آآ انت كعازب انفصلت عن حد. فهزا الشخص ندمان عليك قوي قوي قوي. ندمان عليك قوي. آآ هي جد كده بقى ان هو هو مش جاي. هو مش هيجي. لكن هو آآ قاعد لوحده كده. وبيراجع ذكريات العلاقة ووقت الانفصال وليه حصل اصل الانفصال ما بينكم. آآ هل هو هي تقدم ولا لا اعتقد لا في الفترة دي بالتحديد. لان هو ندمان قوي 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 عليك. وماسك الكوباة بتاعته وعمل يقول يا طرح هيرجع. يقدر يرجع ولا. هو عايز يرجع. عايز يلف دهاره بس يبص على الكوبايتين ويجي لك. بس هو مش هيقدر. هو تعبان نفسيا على فكرة. آآ انكنن شخص ده. ليك ممكن يكون شخص ده ظهر لنا. عشان يجيب لك رسالة. هنشوف رسالة الشخص ده ليك ايه? لان هي كده هو عايز يقول لك حاجة. المفاصلين يا جماعة او العزاب بس ليهم معلاقة سابقة يا. يا الهربية ده تعبان قوي. عايز يقول لك انه زعلان فعلا. وفراءك سبب له جرح في قلبه. لو في حد من برج العزراء او برج مائي. حوت سرطان عقرب او اي برج مش مشكلة. آآ من الماضي انت يعني سايبه بقى لك فترة. عايز الشخص مجروح قوي. وعايز يقول لك انه تعبان من غيرك قوي. قوي يعني. ونفسه يتقدم نحوك. لكنه شاعر بان خلاص كل شيء بخ. كل شيء انت. شوف انت هتعمل ايه برج الاسد طيب. لان الشخص ده تعبان قوي. قوي يعني. آآ عن الورقة دي كانت ازاي نميزه فهو ممكن يكون برج عزراء او تحركاته بطيئة شوية في العلاق.